سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي أيوب عليه السلام الحلقة الخامسة أليه كان ساكت طول الوقت احتراما لأصحاب أيوب الثلاثة لأنهم كانوا أكبر منه صح كانوا أكبر منه سنة مزكرة لكن في الآخر وبعدما جمعت ثلاثة ديلة وقفوا الجدل بتاعهم مع صاحبه أيوب أليه يتكلم كلام طويل خلاص الليلة حنشوف أنه أليه كان مواصل كلامه وقال أسمعوني يا أهل الفهم كلامه يبدأ ما صحيح لأن الله منزه عن الشر والأخطاء نعم الغدير منزه عن ارتكاب الظلم الله بيجازي الإنسان على عمله وبيديه اللي بيستحقه فعلا الله هو الخير وهو عادل ولا يجور في حكمه أبدا يا جماعة نحن بيلاحظ أنه الناس الأشرار ديل بيصرقوا لله ويشتكوا من كترة الظلم وبيطلبوا منه العون والنجاة ممتشا الأغوية لكن ما في واحد منهم بيتذكروا ويقول أشكرك يا الله لأنك خلقتني وهبتني السرور وميزتني وجعلتني أكثر علما من البهايم وأوفر حكمة ومعرفة من الطيور زي الناس ديلة لما يشتكوا لله الله ما بيستجم ليهم بسبب تقبرهم لأنه إذا كان الله ما بيستجيب لدعاء الانتهازيين ديل معناه يا أيوب أنت بالذات ما حيسمعك طالما إنك بتقول ما بتلقى منه إجابة يا أيوب قضيتك قدامه أصبر وما تقول إن الله ما بيغضب ولا بيعاغب ولا بيهتم بالمعاصي أنت يا أيوب بتقول كلام كثير بدون معرفة كلام ما عنده أي معنى الله يا جماعة جبار ولكن في نفس الوقت رحيم وبيهتم بالبشر وما بيحتغر الأخيار وهو مخير في أمره وأحكامه بيدي المساكين حقهم وبيهلك الأشرار ولو بعد حين عينه دائما على الصالحين وهو اللي بديهم السلطة والمرك ويكرمهم للأبد أسمع الكلام ده يا أيوب واخد لك وقفه ويتفكر في عجايب الله أنت بتعرف كيف إنه الله بيتحكم في السحاب ويسيره وكيف بيجعل البرك إلمع وبتعرف كيف إنه السحاب بيكون سابح في الجو وبتعرف معجزات الله الغدير العليم بكل شي يا أيوب نعم يا عليهم هو بالقدرة دي دي احنا هنقدر نعمل معاه شنو بالتأكيد ما هنقدر نعرض قضياتنا قدامه بشكل واضح وجيد بسبب الجهل الآن إحنا فيه وهذا صحيح أنه نتكلم مع الله بطريقة غير لايغة في الحقيقة منوح له عايز يجيب له نفس الهلاك ما في واحد بيقدر ما في واحد بيقدر يعايل الشمس مباشرة إذا السحاب يتفرق منها لأنها بتشهروا وبتعزى نظروا وبالتأكيد جلال الله الغدير أكثر وأقوى إجعاعاً من الشمس الله الغدير ما بنكثر ندرك أبعاده هو عادل وحق وما بيظلم له زول عشان كده الناس مفروض يخافوه لأنه في مخافة الله تقمن الحكم أها بعد ما قليه وخلص كلامه الله سبحانه وتعالى خاطب أيوب من داخل السحاب نحن بالياح وقال ليه يا أيوب استحب تشجع عشان أسألكوا تجاوبني منو أنت عشان تتكلم عن إرادتي وحكمي بدون معرفة أنت كنت وين لما أنا خلقت الأرض وريني إذا كنت عارف حاجة عن الموضوع ده وقل ليه منو اللي جاسح ووضح حدوده أنت بالتأكيد عارف لأنه علمك واسق مش كده؟ وقواعد الأرض دي استقرت على شنو ومنو السبتة لما الملايكة كانت بتسبح وتمدح وتحلل بفرح ومنو الحدد كمية الموية في البحر لما يندفع وطلع من باطن الأرض بقوة منو عمل ليه خدود وقال ليه لحدودك ما تتعداها ولحدود أمواجك العالية اللي لازم تقيف فيها وما تتخطاها أبداً لما الله عطاه بالصحاب ولفاه بالظلام هل بإمكانك تقول للفجر أبدأ؟ أو تأمر الصبح يشرك ويملى الأرض من أولة لآخرة ويوقف نشاط الأشرار اللي بيعملوا في الظلام؟ يا خالة الصفية نعم أنا قريت حاجة عن أيوم ممكن أقولها اتفضل حبيبي جولا شكرا يا خالة الصفية الله سأله وقال ليه انت بتعرف اسرار الموت؟ بتعرف إنه الأرواح بعد الموت بتمشي وين؟ انت ممكن تعرف امتداد الأرض؟ ممكن توريني منه وين النور بيجي؟ وين الظلام بيروح؟ وهل ممكن تأخذ كل واحد منهم لمكانهم الصغر؟ بالتأكيد انت بتعرف طبعاً لأنه علمك واسع ومالي وحدود أبداً ولأنك تولدت قبل كل الأمور دي ما تتخلق دا كلام صح؟ طيب سأله تاني وقال ليه انت تقدر تطلع النجوم المختلفة من مواقيته؟ وتقدر تسير بنات نعش في السماء؟ انت بتقدر تتحكم في قوانين الطبيعة وتسخر القوانين دي لتسير الكون؟ منه اللي وضع الحجمة في القلب ووضع في العقلة الفهم والإدراك؟ منه هو القدير اللي بيحصى السحاب؟ ومنه اللي بيكون الموى فيه وينزيله ويبلل الأرض؟ هل ممكن تنادي السحابه تأمره وينزل ليك مطر غذير؟ وهل بإمكانك تأمر البرق؟ انه يلمع ويشتجب ليك ويقول ليك سمعاً وطاعة؟ هل في استطاعتك أن تحطي المخلوقات رزقة؟ هل في استطاعتك أن تضعم صغار اللبوة وتشبعهم؟ منه اللي بيهيئ للغراب رزقه لما فراخه تكون هالكانة وتنعك من الجوع وتطلب من الله الرزق؟ وهل الصجور بتفرد أجنيحته وتطير وتحاجر حسب فصول السنة بإرادتك انت؟ انت اللي جعلت تبني أحشاشة في أماكن عالية جداً وريني إذا كنت بتعرف ده كله أها، الله سبحانه وتعالى واصل استجواب له أيوب وقال ليه انت شايف إنه من حقك تجادلني أنا الغدير وتشتكي مني؟ طيب، رد علي طالما إنك بتشتكي وأيوب قال لله سبحانه وتعالى سامحني يا رب، سامحني يا رب أنا إنسان تافي وحقير كيف أقدر أرود عليك؟ أنا ما عندي غير أخوت يدي علي خشمي أنا تكلمت كثير لكن في الحقيقة مهما قلت ما أقدر أرود عليك أبداً وما عندي شي أقدر أقوله تاني أها، وقال الله سبحانه وتعالى يا جماعة خاطب أيوب مرة تانية من داخل سحاب محمول بالرياح وقال ليهو، يا أيوب استعد وتشجع عشان أسألك أكتر وتجاولني أنت بتشكفي أني عادل؟ وتشتكي مني بس عشان تبرق نفسك؟ أنت قوي وقادر زيه؟ وصوتك مدوّ زي صوتي؟ إذن، اتجمل بالنور والعظم والجلال ونزل غضبك الشديد علي كل متكبر وزله، ودمر الأشرار في أي مكان هم موجودين فيه وأتفنهم في القبور وأردم عليهم التراب إذا كنت بتقدر تعمل الحاجات دي كلها أنا نفسي حمدحك لأنك في الحالة دي، هتقدر تحمي نفسك من المصائب وأيوب قال للمرة الثانية سامحني يا رب سامحني يا رب أنا عارف إنك على كل شيء غدير وما في أي شيء بغلبك أنت قلت مين الجاهل اللي ممكن يحكم على ما عرفته وقدرتي؟ كلامك حق فعلا أنا هو الجاهل اللي يتكلم عن حاجات ما فاهمة وعن عجايب أكبر من مخي ومن فهمي وأنت قلت لي اسمع دلوقتي وأنا حاتكلم حاسى لك وأنت مفروض تجاوبني يا رب يا رب أنا قبل كده كنت فاكر نفسي بعرفك لكن بس دلوقتي عرفتك حق المعرفة عشان كده أنا هسا بتفه نفسي وزلة قدامك وأتوب وأقعد في الواطة وفوق الرماد كمان أها وبعد ما الله سبحانه وتعالى خاطب أيوب وأيوب احترف بي جهله وقلت حيلته وخضع لي الله الله خاطب لي أفاز برضو وقال ليهو يا لي أفاز أنا عضان عليك وعال أصحابك اللي اثنين لأنكم ما تواضحتوا قدامي زي عبدي أيوب حاسي قوموا واخدوا معاكم سبع تيران وسبع خرفان وأرجعوا لعبدي أيوب وهناك قدموها ضبايح محروقة عشان تكفروا عن زنوبكم وعبدي أيوب حيتشفى عليكم وأنا حستجيب ليهو وما حعاملكم المعاملة اللي بتستحقوها على جهلكم وجهودكم واليافازوا بلددوا صوفر قاموا ورجعوا صاحبهم أيوب وعملوا كل الأمر بيهو الله سيدنا أيوب عليه السلام اتشفى عليهم والله سبحانه وتعالى استجاب ليتشفعوا سامعهم وبعد كده الله سبحانه وتعالى شفى سيدنا أيوب بالكامل وجعلوا غنيه مرة تانية وأداه ضحف الحاجات اللي كانت عنده زمان وأخوانه وأخواته وكل معارف الزمان جوه وأكلوا معاه في داره وعزوه وواسوه في كل الإبتلاءات اللي حصلت ليهو من الله كل واحد منهم اداه خاتم ذهب وقطعة من الفضة و الله بارك لسيدنا أيوب عليه السلام في رزقه في أيامه الأخيرة أكثر من الأول وجعلوا أربحتاشر ألف خروف وستة آلاف جمل وألفين طول حرات وألاف من الحمير وجعلوا ذلك أيامه بعد ومه ينمه ينم بأع والاسم عبير والصغيرة كان اسمها جميلة والبلد كلها ما كان فيها نسوان أجمل من بنات سيدنا أيوب عليه السلام سيدنا أيوب أدى بناته نصيب من المراس مع أخوانهم وكانت حياته مباركة وكبر ومات بعد ما شبع من الحياة سيدنا أيوب بعد محنة ابتلاؤه عاش مئة وأربعين سنة أيوة وشاف فيها أولاد وأولاد أولاد لأربع أجيال دي يا شباب كانت قصة سيدنا أيوب عليه السلام كتن خيركم الله يخليكم قصة جميلة فعلا قصة أيوب والصبر بداعه كمان العافوحة أيوب الله يخليكم والدين كلنا إن شاء الله كلنا يا رب العالمين تحييز الروق تحييز الروق إخ رائج تمارد شئك الدين اشتركوا في القناة